موسيقى علاقة صداقة مع الكرة هذا ليس خيالاً بل واقعاً يعيشه لاعب الفريستايل فوتبول الحركة الصعبة التي يؤديها لاعب الفريستايل تؤكد أن ثمت علاقة صداقة بينهم وبين الكرة فعند أصحاب المواهب الخارقة يكون الصديق لديهم صديق من نوع آخر فحركات الكرة تخرج عن المألوف عند لاعبي كرة القدم بل تتجاوزها بمهارات استعراضية تبهر المشاهدين رياضة الفريستايل تعد من الألعاب التي تعتمد على المهارات الفردية بكرة القدم فهناك حركات تستغرق شهوراً لتعلمها فهذه الحركات ليس لها علاقة بالمهارات داخل الملعب إنما تعبر عن موهبة كامنة داخل لاعبي الفريستايل مع تدريب مستمر لفترات طويلة لإتقان الحركات الجديدة وابتكار حركات أخرى مبهرة لا يوجد فرق بين الرجال والنساء في ممارسة تلك الرياضة فعلى مستوى العالم هناك فتيات وصلنا لمستوى عالم من التقدم في تلك الرياضة كما يمكن ممارستها في أي مكان حتى إنها تحولت من رياضة تمارس في الشوارع إلى لعبة تؤدى على المسارح وهناك موسيقى خاصة لتلك الرياضة التي تبهر كل المشاهدين وتضيف الحيوية لأي عرض يطمحوا لاعب الفريستايل في مصر إلى إنشاء اتحاد خاص للعبة وتنظيم بطولات ومسابقات سنوية للعبة لتشجيع عدد أكبر من الناس لدخول المنافسة طيب خلينا نرحب ضيفنا شهاب الدين أحمد لاعب الفريستايل زي ما حضراتكم شفته في التقرير صباح خير سعادة أبودك معنا وإيه الإشاء اللي بساطة اللي احنا شفناها في التقرير ده الفريستايل يعني هي مهارات ممكن أي حد يعملها بس بالتدريب تبدو سهلة لك بفعية الأمر بتهيال هيك متاح الصعوبة هي عايزة وقت وصبر يعني التدريب أن أنت حابب الموضوع لكن لو مش حابه بيبقى الموضوع لو بتزهق بسرعة ما جابتش لحركة خلاص أيوة عايزة وقت بس أنت تكون بتحب الموهب بس أنت قلت التدريب وصد ما قلتش موهب هي بيبقى فيه جوز موهبة بس اللي لو حد ما عندهش موهبة بس صبر واتدرب أكيد هيجبها كله هيجب التدريب يعني طيب شهاب أولاً أنت بتديت إمتى يعني؟ وأنا ببتدي من تقريباً ثلاث سنين كنت أصغر بردو فريستايلر بدأ كان عندي ساعة 15 سنة اللوقتي أو 14 تقريباً اللوقتي أنا عندي 17 سنة أصغر فريستايلر 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 فبالتالي ما فكرتش تلعب كرة قدب بالشكل الكلاسيكي المتعرف عليه اللي حبيت تختلف وتركز أكتر في الفريستايلر لعبت في اللوقتي التدريبات الخماسي في 11 بس أكاديمية مش نادي جربت حكاية النوادي وأن أنا روح اختبارات وكده بس يعني يعني للأسف ما محدش بي محدش بيركز ما بيبيع واستمرات والحاجات دي وأن أنت أنت رايح لهم بإمكانيات ومهارات فنية استثنائية يعني للأسف ما حدش مركز بالذات أنا في اسكندرية فالنواري هناك تلعرفنا أن أنت من اسكندرية أول ما قالت طلعت بربع عليك أنا كمان وضح أيوة كريم من اسكندرية اسكندرانية زي بعضينا يعني أنت تعرف اللكنة الاسكندرانية إيه تطلق طلعت ولبست ونزلت والحاجات دي لا بس يعني أنت في الكورة وإيه تاني يعني أنت قلت لي لي فيه طريقة كده بالإيد برضو صح؟ ممكن احنا شوف بقى عينة كاملة هي الحركة دي سهلة علمنا علمني أنا وكريم مثلا الحركة بتبقى كده سهلة جدا ممكن كده ممكن كده في منتهى السهولة بس هي الحركة سهلة طب بالمرة بقى ما تتم جميلك معانا ونشوف برضو معاك كده إيه عينة بسيطة لموذك بسيطة بالمهارات اللي وبعد نرجع طبعا هنكمل كلب وبعد نقلد أو نتعايف مش من مصلحة حانت مش من مصلحة المشاهد طب ازاي كده بترك؟ خليها برضو عشان أفهم يعني لا دي مش هسألك فيها بقى موضوع أكبر مما تكيان آه واو حل طيال يا كريم انت بتعمل الحركة دي داي ايه يعني ايه لحد بما انا عايزة اتعلم دي قوي يا شهاب لما تخلص هو أكيد ايه خب تتعلمها برس تكتب طيب أدوه ده شغل عالي ده شغل عالي ده شغل عالي لا ايه ايه ده يعني ده سبات الفعالي وتوافق عضلي عصبي يعني ايه ايه المقادير اللي تخلي ان وجدت عند اي حد يقدر يعمل اللي انت عملته ده هو التدريب غير الصبر والتدريب مش عايز مش عايز جسم مش عايز اي حاجة بس عايز انت تصبر على الحركة بس فاهم يا انت مسلا كل حركة من دول ممكن تقعد فيها شهور بتتمرن عليها في حركات بتاخد منك مسلا ممكن يوم في حركات تانية ممكن تقعد اسبوعين في حركات مسلا صعبة جدا ممكن تاخد ست شهور او كده وخصوصا انت بتعمل كمان حركات بركابة يعني بس حاجة دي لو ايه عينات مش مش عركات لسية يعني بس اوكي هو ده فيديو انت هنا كنت على البحر تقريبا اه ده فاهم اتروح تقريبا طب بص يا شاب خليني كده برضو ايه يعني قلنا التكنيك ادي الكورة معنا ها انت بتيجي من من الحتة دي ولا في اي مكان اي اي مكان اي مكان لا انا عايز اكي ابتدت مرحلة الخطر بالنسباني ثقة اكتر يا باشا ممكن الخلاية خليها تلفقا ايه ايه؟ خليك تلفيها طب يلا انا معا ازنكو احنا هنبتر موقف بقى الله ده اه اه تثبتيه واتني شوية اللي فيه عن عند يلا ماشي لو جاف راسك يا كريمة انا مش مخصول انا متحلق على الزمنة انا كلام محترم او او شناوي او مش شناوي في نفسي بامانة ربنا اللي حصل ده مش دليل ان فيه سرعة رد فعل تأهلني لحراسة المربع اي سيكتب جربة او موضوع الموضوع الموضوع خطر يا لسه تذيب جربة انت كان بقى خطر يا يا جبا كريم انت جربها انا طب جربها انت لا انا مبنيش بمعرفش عم يا باشا جربها طب اتفضلوا استراحوا باستروا ممكن برضو تجربها بس لا لا لازم ايديك تبقى استحالة ده يعني لا ده اخر يا ريس ده اخر يا ريس عشان ده اخر يا ريس عشان بس انا انا افهمت شوية انا افهمت شوية انا انا افهمت شوية انا انا نكمل بقى بجد والله العظيم تبدو فعلا الامور دي وكأنها شيء سهل وعادي ان اي حد يعملها بس هل فعلا التدريب لفترات يعني زمنية مناسبة ممكن تقدي ان واحد ما كانش عنده موهبة بس يبقى عنده موهبة في النوع ده من الفريستايل هو الموضوع ان انت تكون حابب حابب دي اساسا انت تعتبر موهبة ان انت بتدور على اللعب اللي انت عايزها دي برضو اللي هي بتنمي ان انت عايز تبقى ايه عايز تتميز في حاجة معينة عايز ما تبقاش لعب كرة عادي عايز تبان للناس انت بتعمل حاجة مميزة طب انت في الكرة بيقى في بطولات ويعني ومورايات بتخد فيها مع فرق منافسة عشان تميزها تبان في حالة الفريستايل انت بقى فيه مثلا منافسات معينة بقى فيه بطولات معينة محددة لها فيه كذا نوع من انواء البطولات بتعمل هنا في مصر وطبعا بتبقى في الكاهرة يعني فبنجلها بتبقى عددنا بتاع خمسين شخص يعني بيلعب مش كتير في مصر عشان احنا مش كتير بيزبر برده على اللعبة المسابقة بيبقى مترتب احسن ثلاثة عشر في مصر احسن ستة عشر احسن تمانية والثلاثة الاوال بس كل ده اللي بيكسب الاول بس باقي الناس اللي هو اكينه شاركوا بس الاول بيكسب وبيسافر بره طبعا البطولة اللي هيك كبيرة يعني طب وانت يعني طبعا بجانب دي دي هو يا اكيد انت بجانب ده بتدرس بتشتغل انا في ثلاثة صنوية لما بدأتها كنت برضو الدراسة وكده بس انا اساسا بحب الرسم وبعمل حاجات بالخشب مجسمات كده بس فالله انا اساسا هوايتي الاساسية الرسم انت فنان من كله الحقيقة يعني طب انا عايز تسعلك على انت عرف ان مصر طول عمرها في دنيا كرة القدم لها خصوصية شديدة جدا بعيدا عن المنتخب وبعيدا عن الفرق والاندية احنا دايما عندنا اللعب في الشوارع وفي الحواري وفي الكفور وفي النجوع وتحت الكباري ودايما بتلاقي عندنا لعيبة حريفة قوي مش بينتمل اي نادي باي حال من الاحوال هل مصر ممكن تبقى بالتالي متميزة في تبصيلة الفريستايل بالمقارنة بدول تانية في مصر فريستايلر بليفل ممكن نفسه عالميا بس هما مش ظاهرين او مش عارفين يظهروا ما جات لهمش الفرصة فهم ما مستنقين الحياة دي بس فهو الموضوع صعب سواء ان انت تلاقي الفرصة ان انت تسافر او تتلاقي بسوش الميديا مش عامل معك واجب في هذا الاطار في ناس يعني مثلا زي بس معجيبة الميديا عارف عارف يستغلها كويس عارف يطلع يخرش مصابقات وكده هو مميز في احركات فانت لو عارفت تتميز في حاجة وتتسوق برضو لنفسك واللي هو تعمل اكاونت وتجيب فولورس بقى واللي هو تدور على الناس زي تشير نفسك فهو ده اللي ممكن يظهرك للناس وممكن تسافر بيه بس جميل والله انا مبسوطة يعني بيك بس اكيد انت بجانب ده لازم بيقى فيه تمرينات انت بتمرن نفسك انت معدكش مدرب صح؟ فانت كل من ايد تو زي زي ما بيقولوا انت معتمر على نفسك لياقة بدارية تأخذية الحاجات دي كلها قصية مش فكل بس انا باعرف احرك الكورة يعني صح؟ على الاسف الدراسة الوقت ده يعني انا مثلا البريستيلرز العادي بيتمرن مرة كل اسبوع مرة كل اسبوعين كده لان انا باخد فترات كبيرة عشان ادراسة وثالث سنوي وكده جبرا هي وفاقك ان شاء الله وما تخليش دي فعلا تعصر على دراسة خليها بعد فعلا بعد الهوى حلو نشكرك على متابعتنا وحنحكي لكم بكرا ايه اللي حصل يعني بعد الحلقة شوفكم على خير شوفكم بكرا ان شاء الله